يعطيك العافية يا زان وإن شاء الله يرب الله يفرج على الجميع وننتقل معكم مشاهدينا من الرقة لا فلسطين حيث سجل 186 ألف طفل المشاركة في أنشطة صيفية تستمر لمدة شهر تنظمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتفاصيل أكثر في التقليد التالي سجل 186 ألف طفل المشاركة في أنشطة صيفية تستمر لمدة شهر تنظمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا وقال مدير برنامج أسبيع المرح الصيفية السيد يوسف موسى إنه سيشارك في أسبيع المرح الصيفية من الفتيات ما يقارب 50.3% ومن الفتية ما يقارب 49.7% شكرا على حضوركم لإفتتاح أسبيع المرح الصيفية العام 2017 هذه فرصة مرة أخرى جديدة لنؤكد للعالم أن أطفال غزة بحاجة إلى ممارسة حقوقهم كأطفال أطفال غزة بحاجة إلى المرح أطفال غزة بحاجة إلى إدخال السعادة وأيضا إرسال رسائل لكل العالم أننا أطفال يجب أن نتمتع بحقوقنا كما أقرتها كل قوانين الأمم المتحدة ويجب أن نمارس حقنا باللعب والضحك وكما يمارسه جميع أطفال العالم إذا كان هذا الحق موجود في دول التي تتمتع بالحريات والحركة ولكن في غزة مطلوب أكثر لأن هذه الأنشطة لا تمارس في مدارسنا نتيجة العمل بنظام الفترتين الصباحية ومسائية فنضطر أن نعمل هذه الأنشطة في هذا جديدنا هذا العام لدينا ثلاثة أنشطة مركزية لدينا برنامج الطالب السفير لدينا برنامج الكرال الطلابي لدينا برنامج أيضا المخيم الطلابي المخيم الطلابي كما تحدثت أن هذا بالشراكة مع سيكون عبارة عن 100 طالب 50 طالب من الضفة الغربية طالب وطالبة و50 طالب من غزة الشباب سيكونوا في مركز النور لتأهيل المعاقين بصريا والفتيات سيكون في مركز كل التدريب غزة أو ما تعرف بالصناعة الاسم الدارج في المجتمع الغزي وبرنامج الطالب السفير هو برنامج لبناء خدرات الشباب لخلق جيل واعي قادر على التحدث بلغة المجتمع التحدث على الآخر خبول الآخر إنشاء حوار مع الآخر وأن يكون خير ممثل لمدرسته ومجتمعه وأسرته مع زملاء الطلاب من مختلف دول العالم وأيضا أن يكون خير سفير للأونروا في التحدث عن قضايا والتحديات التواجئة للأونروا من ناحية العمل نتيجة الحصار ونتيجة العجز المالي وأيضا يكون من ضمن المحاورين للشركاء الأوروبيين والمتبرعين أيضا اللي بيزوروا غزة الأنشطة الأخرى الجديدة الأخرى اللي هي النشاط الخاص بكل منطقة في منطقة شمال غزة نعمل على العدل والمساواة في النوع الاجتماعي أو معرف بالجندر في منطقة غزة سنعمل على رسائل بحر وهي رسائل محبة وسلام سترسل عبر زجاجات ويعني يقوم بتصميم الطلاب أيضا هناك العديد من المصنوعات من منتجات البحر سواء من الخزف أو من الزلف أو من حتى الرمل ستشاهدوه في معرض إن شاء الله سيقام في 25 سابعة وأنتم مدعوين من اليوم إلى هذا المعرض لحضور معرض أساءل بحر في المنطقة الوسطى أسابيع المرح الصفية ستمارس باللغة الإنجليزية كما شاهدتم وفي منطقة خنيونس المعرض التكنولوجي أو الإكسبوتيك هو أيضا له دور في هذا الموضوع في رفح إعادة تدوير النفايات بالأضافة إلى الألعاب الأخرى التقليدية مثل الترامبولين والقلعة والزحليقة وأدخلنا أيضا لعبة السلم والثعبان أيضا نستطيع لعبة جديدة للأطفال يعني هناك التجديد والجديد أيضا العدد الغير مسبوق للطلاب الذين سجلوا وما زال التسجيل حتى اليوم مفتوح وصلنا إلى 190 ألف طالب من 256 ألف طالب وهذا يعني أنه أكثر من 80% من طلاب المسجلين في مدارس الونروا سجلوا إلى الألعاب الصيف هذا إنجاز يعني لم يتحقق سابقا لا في عام 2016 ولا في الأعوام اللي سبقت ذلك يذكر أن الفعاليات انطلقت في الثامن من يوليو تموز وستختتم بسلسات احتفالات تنتهي في الخامس من أغسطس أب وزي ما شفنا مشاهدينا تقريرنا من فلسطين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم وحاب أذكركم بالإيميل قبل ما نختم اللي هو بنتواصل عليه معكم وأي استفسارات عندكم أو أي اقتراحات ممكن ترسلونا من خلاله ويا رب تكون الحلقة اليوم يعني كانت منوعة ولطيفة وخفيفة عليكم نستناكم إن شاء الله واستنونا بكرة على نفس الموعد الساعة سبعة كونوا بخير اشتركوا في القناة